ناقش المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد صباح اليوم بقصر الرئاسة في أبو ظبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد ألن هيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس وضع نظام متكامل للكشف عن مواهب الطلبة والمبدعين وناقش المجلس نظام تدريب الأطباء والفنيين غير المواطنين لقضاء سنة الامتياز واكتساب الخبرة في المنشآت الصحية في الدولة كما ناقش المجلس من خلال النظام آلية الالتحاق والتزامات الاطباء وفني الطب ومكافآت التدريب وأولويات القبول للتدريب من ناحية أخرى ناقش المجلس الوزاري خلال جلسته المقترح الخاص بإعداد سياسة لنشر وتبادل المعلومات وتبادل البيانات في الحكومة الاتحادية